أنا كنت لسه بقول لحالتك حالاً على طول قبل المقدمة دايماً كده في حاجة بتحصل في السنوية العامة فتلاقي مثلاً إيه واحد من أوائل الدفعة المشهورين اللي هو إيه طول عمره ابتدائي إعدادي أولى تانية سنوي ده أول الدفعة تانية الدفعة يجي في السنوية العامة يشيع ما بين زملائه إن السنة دي صعبة جداً وإن هو مش عارف يذاكر وبعدين يجي قبل الامتحدات بشيء لك أنا مش عارف ألم المنهج يبدأ الولاد يتقصروا بدا سلباً وما يذكروش ويقول لك إذا كان فلان اللي بيطلع الأول مش عارف أنا هعدي إزاي للأسف الشريد مظهر من مصادر ثقة بالنفس أوراق الأخير من حواليك عن نفسهم وعنك بمعنى إن أنا لما أشوف إن شخص أقوى مني يقول لي أنا ضعيف أنا بقول طب أنا أعمل إيه فالده بيهز الثقة بنفسي فبالتالي لازم أنا كطالب وكوليه أمر أحمي نفسي من هؤلاء والطلاب فأنا بنصح أبناء أنا الطلاب السنوية العامة إن ما فيش حد منهم يتقصر بأي كلام سلبي من أي حد بل يتجنبه مثل هؤلاء الطلاب لأن هؤلاء الطلاب بيبصر فيهم طاقة سلبية تمام؟ طيب أنا كل سنة بشوفه بيطلع الأول بيقول كده أو بيطلع الأول بيطلع الأول يبقى أنا أفهم على طول إن الطالب ده بيضحق عليا أو بيبصر فيها طاقة سلبية يبقى أتجنبه آآ أتجنبه بالظبط كده ومتأسطرش بكلامه بالظبط وأنا عايز أنه في البداية برضا قناتها مهمة جدا السنوية العامة حرقة السئال لاسة بغضة بالذات السناني السناني تختلف تماما عن آخر ثلاث سنين فرحني طيب هفرحك أول حاجة 2020 كنا من ستجربين نظام البوكلت بعد كـ 21 و 22 مرت السنوية العامة بمرحلة عوانك الزجاجة فعلا كان فيه صحابات فعلية تمام طيب جيت أولى دكتور ريضا حجازي للوزارة بدءا من السنة دي الصراحة دكتور ريضا فيه ميزة كويسة جدا أنه بيسمع دايما لأراء الطربويين بل وأورياء الأمور تمام طيب دكتور ريضا من أول ما جاء طبعا هو إليه في العملية التعليمية من أول 2016 كان ماسك رجال الانتحاد السنوية العامة طيب يعمل عمل تغييرات جزرية في الامتحانات هتلاقي حاجات يوسف حاصلة السنات بكتش موجودة سن الفاتت أول حاجة السناتين الفاتت كانت منظام الامتحانات بنظام البابل شيت بمعنى الامتحان 100% يختار المتعدد وواصيلها موضوعية إحنا نادينا كتير جدا إن الموضوع ده خطير جدا جدا إزاي أول حاجة أسئلة الخارج المتعدد بتقيس حاجة يسمعها الناتج من التفكير يعني يهي الناتج من التفكير يعني الطالب جانوا مسألة بيقعد يعمل خطوات معينة دي اسمها عمليات التفكير وبعد ما يعملها قد يختار الناتج غلط سوابها حصلوا خداع بصري حصلوا أي حاجة فهنا بيعوا صفر على طول ما فيش يعني خط وسط طيب لأسئلة المقالية اللي احنا طالبنا برجحها بزيتها بقى إن هي بتقيس عمليات التفكير بمعنى إن هي بتقيس الخطوات اللي الطالب قام بها هنا العكس الطالب قد يكون بخطوات صحيحة ويصل إلى الناتج الغلط بس هنا حديله درجات على إيه الخطوات